أكبر مش عايز منك إجابة هو منجهز نفسه من الأول كاره العلم وكاره المنجزات العلمية دي وعاوز العلم ده يبقى يفك سماويل ما تسألناش مع أحد إيه هفضل هتفع لك الملايين كل سنة والناس دي مش هبلي مش أخبياء ليستكشفوا على الفاضي ومن غير أي سبب الفضاء ماش بتاع حد زي المياه الدولية كده فاللي يطلع ويلاقي هياخد أول تريليونير في العالم اللي تروته هتتخطى تريليون دولار هيكون معدن فضاء مش هدفنا نلاقي علاج للسرطان لا احنا بندرس المناعة بتاع جسم الإنسان وخلاص مساء الخير مرة أخرى نلتقي في قصور ذاتي هذه المرة بمناسبتين الحقيقة المناسبة الأولى هي نجاح المهمة أوزايرس ريكس المهمة الأمريكية اللي بعتوها في 2016 تسافر خمسين مليون كيلومتر تحبط على أحد الكويكبات اسمه بينو وبالمناسبة أوزايرس وبينو الاتنين من أصل فرعوني بينو اللي هو العنقاء الطائر الخيالي اللي تخيلوه قديما المصري القدماء وغيرهم من الشعوب على أنها شكل طائر البلاشون أو ملك الحزين وأوزايرس اللي هو طبعا حاكم مملكة الموتى في ديانا المصري القديمة واللي هو كمان كان بيمثل بنفس الطائر المهمة هبطت على سطح الكويكب كبشت من نفس اللفظ المصري العامي كبشت من مدته نصف كيلو لكيلو جرام ورجعت تاني للأرض ووصلتها في كابسولة كده وصلت للأرض من كم يوم لما كتبت على الموضوع كنت سعيد جدا بالمناسبة بالإقبال حوالي هذا الحدث العلمي بالكثير من الناس كانت فرحانة وكانت متأملة عايزة تقرأ إيه اللي حصل وإيه العلمي وده شيء يعني شيء حلو يعني والحدث الآخر هو جائزة نوبل وعادة بيطلق هذا النوع من الأسئلة عن الأحداث اللي زي دي اللي هو السؤال بتاع بيختصر عادة في جملة طب ليه ما تعالجوش السرطاء؟ يعني هذا الشخص عندك مثلا إطلاق تلسكوب جيمس ويب بيطلق من الهند تطلق مركبة تهبط على القمر اليمن تطلق مركبة تهبط على القمر مشروع أرتمس لاستكشاف الأمر بعته مزبر للمريخ الأحداث كثيرة جدا اللي عادة بيتسأل فيها السؤال اختشافات جيولوجية بقى اختشافات الحافريات طبعا يعني السائلين في هذا السائلين هذا السؤال بيبقوا كثر في هذه النطاقات وعادة بيبقى في نوعين من اللي بيسألوا هذا السؤال نوع ساخر بيسألك هو مش عايز منك إجابة هو منجهز نفسه من الأول كاره العلم وكاره المنجزات العلمية دي وعاوز العلم ده يبقى يفك سماويل يعني عايز العلم ده وظيفته في الحياة يفك وربط سماويل ويعالج مرضى وسلام عليكم عايز علم تطبيقي تماما عايزين نقعد وتجيبوا لنا أدوية وتعلقوا لنا الأمراض وتفكروا لنا السماويل وتنديسوا لنا طائرات وحاجات نستخدمها إننا ما فيش بيطلعش الفضاء في بعض الأحيان بتتخطى السخرية كده يعني بقى أن ناسها هي فاسة ونظريات المؤامرة والأرض مزطحة وبرضو في فئة من هؤلاء خلي بالك يعني لما بيسأل السؤال ده ولكن الكثير من سائلي هذا السؤال بيبقوا عندهم فعلا رغبة أساسية في فهم يعني هو فعلا بيسأل سؤال حقيقي وحتى تلاقيه يعني أنا بقالي على الإنترنت بتحدث في الموضوعات العلمية بشكل أساسي بتاع 12 سنة إلى الآن وجدت كل أنواع الردود وكل أنواع التعليقات وكل أنواع الرسائل منها المتطرف جدا ولكن يعني أنا كنت محظوظ كفاية أنه الرسائل اللي من النوع ده كانت قليلة جدا أو التعليقات اللي من النوع ده كانت قليلة جدا ولكن بيقى فيه الناس عايزة تفعر الناس بالفعل بتسأل السؤال وطعا عادة اعتزاري في سؤاله والله أنا عاوز بس أنا ما قصديش حاجة أنا بس عايز أفهم وتلاقيه قل كده عايزة السؤال طب مش كانوا استفادوا يا جماعة مش كنا استفادنا أنتوا يعني برنامج يعني السؤال دايما بيبقى حقيقي يعني برنامج أرتمس 100 مليار دولار سفر للأمر طب مش كنا يعني يعني هو عنده حق يعني العالم فيه 800 مليون ولا مليار فقير عدد أكبر من كده ناس ما عنداش حمام في بيتها أصلا يعني حمام جماعي بيروح الحمام جماعي ده زائد الأمراض الاكتئاب اللي بيقتل مقاتل ألاف وملايين ولا مرض القلب ولا واحد ده ولا ملايين والسرطان اللي بيقتل ملايين وبقالنا عقود طويلة بنحاول فيه مفيش يعني شوف جايز نوبل اللي بتتعطى كل كم سنة مرة للسرطان بتتكلم عن تطويرات يعني علاج بيه ينجح بنسبة 30% علاج بيه ينباح بنسبة 40% فهم يعني عضوه مش كبير فهو يسأل هذا السؤال ده تكلفة عالية جدا يعني أنتوا الأمريكان 3-4 مركبات بس على المريخ تكلفتهم 7-8 مليار دولار تمام الهند لما طلعت الأمر مؤخرا بتشاندريان تري وهنتكلم عنها برضو 5-8 مليار دولار مليون دولار مليون دولار 5-8 مليون دولار وفرحنيني يعني ده رخيصة وأحنا الأرخص وأحنا الأحسن وحاجات كده فأنت هو بيقولك بقى طب أنت ليه ليه الاستكشاف ده إيه فايدته والواقع أنه السؤال ده مقبول ومعقول ومنطق علشان كده بعض الناس بيهجموا مباشرة على اللي بيسأل هذا السؤال لا ليه ما هو بيسأل السؤال ده يسأل في أروقة الحكومات وفي مجال الحكومات ومجالس الشعب في دول كثيرة من العالم منها الكونجرس الأمريكي على سبيل المساء ونروح بعيد ليه تعالوا نبص على مشروع سيتي البحث عن كائنات فضائية حياة عاقلة في الكون المهم هذا المشروع بدأ خمسينات ستينات سبعينات مع الهجن اللي عملها كارل السيجن في البحث عن الكائنات الفضائية ولكن مرت عقود طويلة وفيش نتيجة ما تصلناش مع احد ايه هفضل هدفع لك ملايين كل سنة ما نازم نخف الميزانية شواء خفت فعلا لدرجة انه من سنة مثلا او سنتين قرأت عن تكنيج جديدة عملوك جماعة بتوع سيتي مع تخفيض الميزانية انه هم بدأوا لو في باحث او شخص زي انا في البيت ما بيستخدمش الكمبيوتر بتاعه بالليل بينام مثلا ساعة تسعة بالليل ويسيب الكمبيوتر بيقف الكمبيوتر من تسعة ل11 او من تسعة مثلا لتمانية الصبح ثاني يوم فهم بيقولك شارك معنا تطوعا بانك تسيب جهازك مفتوح وإحنا نستخدم الـ بتاع جهازك علشان يعمل عمليات خاصة بالحواسيب بتاعتنا ويشتغلها ويشارك في المشروع ده الكثيرين حول العالم من اللي هو علشان يخلوا سيتي شغاه ميزانيته وقالت المجالس قال لك لا والله انت خلاص مفيش انتاج بقى لنا كتير قوي مفيش انتاج فالسؤال منطقي وموضوعي بل انه في دول زي الهند مثلا بتقوم بيقوم مشروع على الفضائب الكامل على هذا السؤال انه لا احنا أساسا مش هناخد من فلوس دفاع الدراء ده بالعكس احنا هندي لدفاع الدراء احنا هنفيد اقتصاد الدولة بالمشاريع الفضائية هنتكلم عن ده كمان شوي لكن على الجانب الاخر من سؤالك يا صديقي اللي بتسأل عن ليه بيدفعوا كل ده فيه برضو الجانب الاخر فيه مبررات تستحق منك انك تتأمل لانك لو تأملتها وشوفت قدي الموضوع مركب ومعقد ولا يتوقف فقط على الاستكشاف اللي هتكلم عنه برضو ولكن ليه امور اخرى بعضها سياسي بعضها اقتصادي لا ساعتها ممكن تغير رأيك اقول اه والله لا ده هو فعلا انا مكنتش فاهم النقطة دي صح تمام ولكن ما اريد ان اؤكده قبل البدء وانا قطلت في المقدمة ولكن هي ضرورية انه الجدل ما بين ندفع الفلوس في المهام الفضائية ولا ما ندفعش الفلوس في المهام الفضائية ونتفعها في حاجة تانية الجدل ده دائر والناس دي مش هبل يعني مش مش اخبياء ليستكشفوا على الفاضي ومن غير اي سبب لهم دائما اسباب والاسباب دي لها تمن التمن ده قد لا يكون تحديدا الفلوس وده اللي هنتكلم فيه عموما انا خلال النص ساعة القادمة او اكتر قليلا هأوضح سبع اسباب بتخلي الدول زي الهند زي الصين زي كوريا الجنوبية اللي بالمناسبة نجم نصاعد حاليا في هذا النطاق زي اليابان زي روسيا زي الولايات المتحدة الامريكية بتحاول تاخد خطوات جادة جدا في مهام الفضاء تحديدا وده يجري عليه كل شيء بقى مهام استكشاف الكواكب الاخرى العلوم الفيزية الكيميا دفع الفلوس في في البيولوجيا في المايكروبيولوجيا هو الاجابة دي تجري على الجميع واول هذه الاسباب هو طبعا سبب اقتصاد يعني انت مش ملاحظ انه مؤخرا بقى فيه هجوم على الامر يعني اليابان اسبوع اللي فات نزرت على الامر روسيا حاولت لقونا 25 وما ناجحتش المركبة تدمرت المركبة الاول وهي بتلف حين الامر بتدخل في حاجة اسمها مدار الهبوط اللي هو خلاص بقى بتاخد مدار كده اللي هو هيدخلها بقى يهبطها في ايه على الامر في مكان هي دخلت المدار ده غلط المركبة الموتور بتاع المركبة فضل شغال 120 ثانية بدل 87 ثانية فزق المركبة بعيد شوية فهبط ربط 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 في 45 دقيقة كانت ايه نازلة على الامر مدى جديشة حيثا طبعا الامريكان الامريكان عملوا حفلة على الموضوع حكوم الروس واوكرانيا والاحداث السياسية الحالية والروس بالاساس كانوا احد اسبابهم اللي هنتكلم عنها بيحاولوا ينجحوا هزي المهمة برضو ليه يعني قوة ناعمة كده فها فشلت المهمة لدرجة انو قالت ناسا صورت مكان نزولها وقالت لك المركبة الروسية عملت حفر على الامر فوها جديدة على سطح القمر اليابان بالمناسبة طلعين طلعوا خلاص بالمناسبة في رحلة الامر بتاعتهم ولكن هتنزل خلال 3 ا 4 شهور ونتكلم عن الرحلة دي كمان شوية كوريا الجنوبية الناوية طبعا الوقت متاهلة الامريكية مشروع ارتمس طلعت المرحلة الاولى ولسه التانية السنة دي او السنة الجاية والتالتة في السنة اللي بعدها ده الامريكان عايزين ينزلوا ناس رواد فضاء مرة اخرى على القمر ويعني والصين طلعة تاني العديد من الدول راحل امر فده تحديدا يعني موضوع الامر ده تحديدا وخلينا نبدأ بيه فيه كلام حاليا وهو كلام بحثي وكلام رصين وكلام واقتصادي مهم جدا انه القمر يحتوي على موارد كبيرة ومهمة جدا يعني زمان اول ما البشر راحوا الامر كانوا بيتخيلوا ان هذا القمر عبارة عن خواء ارض فارغة بلا اي هدف ولا اي معنى ولكن لما بدأت المركبات الفضائية بقى تهبط على القمر وتدري السطح ولا اكتشفنا ان عليه حاجة زي الهيليوم ثري الهيليوم ثري ده احد نظائر الهيليوم اللي موجود بكثرة على سطح الامر الامر ما حاولهوش غلاف مغناطيسي زي الارض الارض حالها غلاف مغناطيسي فالرياح الشمسية بتتفاعل مع الغلاف المغناطيسي الاشعاع اللي جاي من الشمس ولكن لان الامر ما لهوش غلاف مغناطيسي فالاشعاع ده بيتفاعل مع التربة القمرية وبينتج كم هائل مما يسمى بالهيليوم ثري هو نظير الهيليوم يمكن استخدامه في انتاج الطاقة اوها الاندماجية لعطاقة امينة جدا تمام طيب احنا لو قدرنا نستخلص هذا الهيليوم سري لو قدر الدولة ما تستخلص هذا الهيليوم سري مش ده يمكنها من تسايد الطاقة في العالم كله ومش بس كده ده فيه بقى المعادن البلاتينية والمعادن الارضية النادرة وكل دول مجموعتين كده المعادن البلاتينية دي اللي هي يعني تحت النحاس كده وتحت الفضة وبتاع الجدول الدوري والمعادن الارضية النادرة دي بتبقى عادتا موجودة تحت كده في الجدول الدوري اللي درسوا او اللي يعرفوا الجدول الدوري من خمسة او ستة بتدقى عرفوها المعادن دي بتستخدم في الهي تيك بتستخدم في صناعة الشرائح بتستخدم في صناعة السلاح يعني يعني بتتكلم في تقنيات مهمة جد الكميات دي لو استطعنا في يوم من الايام احضارها الى الارض مش ده يعني سبق اقتصادي لهذه الدول ده يصل الامر لدرجة انه انه احد الفلكيين الكبار وهونيل دي جراس تايسون كان ليه تصريح من كام سنة بيقول انه الاول تريليونير في العالم اللي ثروته هتتخطى تريليون دولار مش هيكون واحد من رجال تلهاي تيك يقصد مارك زكربيرج او بيل جيتس او او ايلون ماسك ولكن هيكون معدن فضاء معدن فضاء بيستخرج الموارد والمصادر من الفضاء يعني يعني بعض الكوايكبات الكوايكبات التي تدور في مدار قريب من الارض بتحتوي من الدهب والبلاتين على كميات هتزلزل الاقتصاد لو نزلت الارض نتكلم على ملايين ومليارات الكيلو جرامات هتزلزل الاقتصاد و هتغير قيمة هذه المادة بدل ما تبقى بسعر كذا هتبقى بسعر كذا لو نزلت الارض وحاليا انا انا اشبتكلم في شيء مستقبلي يا تهلك انه هيحصل خلال 20 سنة لا 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 خالص ده السؤال هو كيف معادش السؤال هو متى السؤال هو كيف هنجيب ايه بيطوروا يعني فيه فيه بالفعل شركات وبعضها تابع لوكالة الفضاء الاوروبية وبعضها تابع لوكالة نزل بدأت بالفعل في فحص الموارد اللي مش على القمر بقى ولكن على الكوايكبات ازاي نربط الكوايكب وازاي نشد هذا الكوايكب نسحبه لمدار قريب وازاي نسحب منه المصادر وازاي نوصلها الارض اصلا المشكلة ايه حاليا المشكلة انك هتدفع تكلفة في هذه المهمة تساوي قدر ما ستخرجه من معادل وموارد الفكرة دلوقتي انه عاوزين اللحظة اللي نصل فيها للمرحلة انه التعدين ده هيكون غير مكلف مقارنة باللجاه وساعتها هيبدأ التعدين مباشرة انه النهار ده يا فندم عندنا صواريخ بتطلع للفضاء وبترجع تركن على الارض تاني بتعمل باركنج على الارض تحت ما هو مع انت لازم تبص لكل هذه التطورات وسياسات الدول اللي بدأت فجرة تجري على الفضاء دي في سياق واحد وهو ده بالمناسبة السبب في هذه الحلقة انه التفكير تفكيرنا يفضل يبقى مركب في بعض الاحيان علشان نفهم اللي بيحصل ما ننعملش بسزجة مع الأمور فنفهم الطرف الآخر اللي هو ناسا اللي فيها أعظم عقول في التاريخ ناسا وإيسا وكل وكلات الفضاء ما فيها ناس زكاءهم وقدر تعلمهم عالي جد الناس دي ما اشحب له يعني فاهم قصدي انت وانس انين تحولت عدوك أو حولت شخص بتحول تقيمه مش لازم عدوك تحديدا يعني بس أنا دائما دائما ما أتحدث في النقطة دي لما بكتب على الفيسبوك مثلا بتكلم على الأعداء انه انت ما ينفعش تتعامل مع عدوك على انه غبي ايا كان العدو أو ما تدفعش عموما تتعامل مع شخص عايز تفهمه أو منظمة أو حد أو حد اتخذ دولة ما اتخذت قرار ما ينفعش تتعامل معهم على انهم سزج لانك هتصل لاستنتاجات سازجة زي تصورك عنه ولكن لو حاولت تفهم الناس دي بتعمل فعلا كده ليه ساعة هتقدر تفهم انت ممكن ترد ازاي لو ليك أو ممكن تبقى زيهم ازاي تمام فهي دي النقطة يعني لما بص على على العشرين تلاتين سنة اللي فاتوا في عالم الفضاء هتجد كل ما فيه يخدم انه في مرحلة بعد عشر خمستاشر عشر عشر سنة اننا نعدن الكويكبات ونعدن القمر وناخد على موارد قمرية وناخد الموارد من القمر تمام وحاليا بفعلا بتطل بتطل يعني بتطلع للفضاء مهام من وكالة فضاء الأوروبية ومن ناسا ومن غيرها هدفها استكشاف الموارد وكلمة ريسورسس دي لو دورت على اي خبر ليه علاقة بسفريال الفضاء حاليا هتجد كلمة ريسورسس هنحرث حصاد الموارد القمرية حصاد الموارد من المريخ حصاد الموارد من الكويكبات الموضوع ده ترند بحثي قائم وواعد الى الان يعني فيش حاجة بتوقف وفيش حد بيقول لا لا مش هنعرف لا بالعكس الأبحاث في هذا النطاق بتقولوا ان اللي جاي هو اننا نجيب موارد من برا ايه من النقاط المهمة جدا النقطة اقتصادية مهمة جدا طيب انا ايه بقى يطلعني في مهام للأمر ادرسه ما حصل دي البداية هو انت يعني هي خطوات صغيرة دائما يعني انت ما بتطلعش فجأة تجيب البلاتين من على الأمر لا طبعا ده انت لسه بتلف حوالي بتحط برنامج بيقعد 40 سنة ولا 30 سنة وهو دي طبيعة البرامج اللي منوع ده هو أوزايروس ريكس اللي وصلت للأمر وصلت للكوايكبينو ورجعت للأرض رجعت للأرض سنة كم رجعت أرض سنة 2029 طيب المهمة نفسها تم التخطيط لا سنة كم سنة 2003 2004 برنامج نيو فرنتيرز اللي بالمناسبة منه جونو اللي راحت المشتري ونيو هورايزون اللي سافرت لحد بلو فهو دي دي نوعية الخطط وهنتكلم من شوية عن البرنامج الصيني والبرنامج الهندي لاستكشاف الفضاء من 40 سنة ما هي الخطط بتبدأ كده طيب فيه ترند حاليا بيقولوا ان يا جماعة عندنا موارد محتاملة في الفضاء في الأمر ما أصلا خلي بالك الفضاء ما مش بتاع حد زي المادة دولية كده فاللي يطلع ويلاقي هياخد ورغم انه اتفاقية القمر مثلا اللي بتقولوا القمر ملك البشرية جمعاء بس انت لو طلعت وحفرت وانت اللي وديت أدوات ما انت محدش هاجه أقول لك هاد شوية بلاتين ما هش هتقول لي لا بتاعي يعني فاهم فاهم الفكرة فانت لازم انت تطلع وتشوف وتدور ممكن انت تبقى من اللي هيكسبه من اللي هيلاقوا اللي هي الحلوة النظيفة واقتصادهم ينوموا بسرعة وا 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 يعني دي أحد أهم النقط حاليا اللي باتم التحدث عنها حاليا علنية في كل المؤتمرات في مؤتمرات حاليا بتقام لهذا الغرض تعدين الفضاء تعدين الفضاء تعدين الفضاء بس الناس دي مش طلعت عدن يوم وليل لعا بيدرسوا الأمر شوفوا مركباته في بلاتين يوم قد ايه في مية قد ايه يعني بعض الدول زي الولايات المتحدة الأمريكية والصين بتخطط خلال سنة قليلة يعني بكلم عشرة خمستاشر سنة هيب عندهم محطة على الأمر زي المحطة الفضائية الدولية كده اللي بتلفهم الأرض لا بس دي على الأمر وفيها رواد فضاء وعيشين واوا طب هنعايشهم ازاي هنجيب لهم مية من الأمر ازاي هنجيب لهم وقود من الأمر ازاي طب نقدر نحول مية الأمر لوقود طب نقدر ناخد معدن من على الأمر نحوله لوقود طب بعد ما المحطة بتاعتنا توعد هننقب بقى ازاي عن المصادر ما هو دي أحد الفائد المهمة جدا اللي الناس بتتكلم عنها حاليا طيب من نسبة للجانب الاقتصادي في جانب آخر متعلق بالاقتصاد برضو وهو تطو يعني اختبار التكنولوجيا الحديثة يعني خلينا نبص ده رقم اثنين يبقى أول حاجة الموارد القمرية والموارد الفضائية وتعدين الفضاء رقم اثنين الخدمات اللي بتقدمها وكلات الفضاء هذه يعني خلينا نبص على المهمة سلم S-L-I-M ودي مهمة يابانية طلعت الأمر بالفعل بس اللي سا ما نزليتش المهمة سلم بتختبر شيء جديد تماما ما حدش اختبر قبل كده وهو انها بتنزل في نطاق دقيق جدا يعني بتحدد هدف على الأمر ولازم لما تنزل تنزل في نطاق خطأ قدره 100 متر فقط من هذا الهدف تمام النوع ده من المهام آه بيخدم اليابانين لما يجوا نزليم بعد كده بمهام فضائية وا 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 لكنه بيخدم اقتصاد الدولة كذلك ليه لان انت لما تيجي طالع بمهمة للأمر وانت أمريكي ولا روسي ولا هندي ولا ولا هتروح لليابان لانه لانه تكلفة انك تنزل في مكان ماهوش المكان بالزبط كبير فبتروح لليابانين يشغلو لك المهمة يزبطوا لك وياخدهم الفلوس واكبر واقوى مثال في رأيي في هذا النطاق نطاق تطوير التكنولوجيا الجديدة وتحسنها هو الهند هي الهند ليه بتنزل على الأمر آه علشان تشارك في عملية البحث عن الموارد والليه يكسب ولكن كذلك علشان تستعرض قوتها التكنولوجية لان الهند البرنامج الفضاء الهندي بالذات مش مدفوع فقط بالاستكشاف ولكنه مدفوع بجانب اقتصادي الهند عاوزة تبقى شركة تشغيل الوكالة الفضاء الهندية اسرو او وكالة ابحاص الفضاء الهندية اسرو اسرو احد اهم اهدفها وهدف رئيسي هو انها تبقى مشغلة للأقمار الصناعية وللمهام الفضائية الاخر علشان كده كانوا حريصين جدا ان مهمة السفر للأمر الاخيرة تطلح برقم ضئيل جدا 75 مليون دولار ده رحوا الأمر ب73 مليون رحوا قصد المريخ ب73 مليون قبل كده في 2017 وفي 2014 بالمناسبة احد المهام اللي عملوها وكانت كويسة جدا ولفتت انتباه العالم ان هم اطلقوا حالي 104 أمر صناعي دفعة واحدة بمهم مرخيصة جدا فانت لما تبقى دولة ما هو احنا احنا في عصر احنا في عصر الفضاء زي ما بيقولوا بالفعل عارف انت الجملة اللي الناس بتقولها كليشية دي لا احنا في عصر الفضاء عندنا صواريخ بتطلع وبترجع وعندنا كل دولة عندها أمرين 3 صناعيين اربعة مش بس أمر إعلامية زي نايل سات لا في أمر عسكرية وأمر التخطيط العمراني وأمر للزراع الحاجات دي مهمة جدا جدا حاليا وبجانب أهميتها بقى ترخيصهم بقى سهل تطلق أمر صناعي تكلم اليمنين بتديهم كم اليوم بيطلعوا لك أمر مع السبعين أمر لطلعين الشهر الجاي تدفعوا ويوصلوا لك وسلام عليكم ياخدوا فلوسهم وأرباحهم زي الفول تعالوا بص على صاريخ الفضاء الهندية بالمناسبة عندهم الـ SLV وعندهم الـ BSLV وGSLV SLV دي ممازمة ساتليت لونشنج فيهكل يعني حتى الصاروخ الصيني الصاروخ الصاروخ الهند اللي بيطلع الفضاء اسمه SLV اسمه ساتليت لونشنج فيهكل رغم أنه بيطلع معامل المريخ بس هو اسمه كده لأن الهدف الأساسي هو ايه هو التشغيل فلوس عايزين نقدم خبراتنا في هذا النطاق ونكسب من وراها دول جاية ومصر جاية عايزة تطلق أمر تعالى باشي هطلعوا لك بمليون أنت ناسها بتطلعوا بعشرين أنا أعطلعوا بتلاتة عالة خد هنا آه بتشكك في قدراتي أنا كنت على الأمر في سبتمبر اللي فات كنت لسه على الأمر في سبتمبر اللي فات ببحث وبدور فاهم الفكرة والبزنس شغال إزاي في هذا النطاق دي برضو من النقطة المهمة جدا يعني التشغيل والكثير من دول العالم حاليا بتنهج نهج الشركات القصة زي سبيس اكس أنه أنت يعني كنت لسه بكلمك من شوية أو بكلمكم من شوية عن الصاروخ الهندي فأة إيه دا الصغية بيطلق أقمار صنعية صغيرة رخيصة ما عفش اللي عندك البي إللي في البي إس إللي في وعندك جي إس إللي في كبير بقى اللي بيطلق مهام القمرية والتنوع في الأحجام دا هدفه أنه تعالى حضرتك إحنا بنطلق دا وبنطلق دا التكلفة هنا كذا والتكلفة هنا كذا عايز تطلع كم كيلو جرام لأمر الصناعي بتاعك كم كذا لأغرض إيه آه فدولة زي مصر زي الإمارات زي السعودية زي الأردن أي دول عايز أطلع أمر صناعي لدراسة البيئة والتخطيط العمر عايز أطلع أمر صناعي عسكري للتصلاة ما بين القيادة العامة والقيادة الجيش التاني وأشياء من هذا القبيل تمام عشان لما تتقطع لو في معركة وهكذا طب ما تعالى إحنا عندنا المهمة دي بنعملها كذا والتكلفة كذا روح يسأل الصينيين والكلام بيتم بهذه الطريقة بس طبعا أعقد شوية يسأل الصينيين طب الصينيين انتم كم لا الله إحنا بنعمل المهمة دي بعشرين طب الهنود بيعملوها بعشر طب بس انتوصق في الهنود آه ده كانوا لسه على الأمر من أسبوع تمام من كم شهر أو من كم سن طيب خلاص وفي الأخذ نروح للهنود ياخدوا الهنود مكسابهم ويبقى شغل زي الفل في الواقع انه انه احد الركائز أو العقائد اللي محطوطة في الورقة اللي تأسس على مشروع الفضاء الهندي هو كده هو التنمال الاقتصادية المدفوعة بأبحاث الفضاء فده أحد الأسباب فهما فأنت لما تسمع الهندي طالع على الأمر ليه يعني تمام يعني على الأقل تواضع في سؤالك وحل تفهم هما فعلا اللي تنعين على الأمر ما فيه أسباب في الخلفية قد تنكي مش واخد بالك منها هما مش مجموعة من المجانين بيتسابقوا على لا شيء يبقى السبب الأول التعدين والسبب الثاني التشغيل تشغل العلماء بتوعنا والباحثين والنمي اقتصاد الدولة بالفضاء والكثير من الدول بتاخدوا النهج الهندي حاليا رقم ثلاثة القوة الناعمة من النقاط المهمة جدا وأكبر مثال عليها الصراع ما بين الاتحاد السوفيتي واللوات المتحدة الأمريكية في أثناء الحرب البردة وما قبل الحرب البردة كمان مشروع لونة وأبولو الصعود للأمر وإيصال البشر للأمر لأول مرة في الخمسينات وفي الستينات وفي السبعينات ما هو ده كان صراع سياسي بالأساس وأنت فكر الأمريكان دفعهم بثين مليار دولار بمعايرة تضخم اليوم يعني في هذه المهام لغرض الاستكشاف ومحبة الصعود على الأمر لا كان فيه صراع سياسي قوي والصراع ده زي وزي الصراع الحربي بالضبط ولكنه من غير جنود بس فيه رغوات فضاء هم بديل الجنود والصاروخ وبديل الدبابة الدولة اللي بتتسايد في هذا السياق دولة زي الصين حاليا ونتكلم عنها كمان شوية بتنافس الوهات المتحدة الأمريكية بتطلع معدلات إطلاق صاروخي هي الأعلى في العالم حاليا دلوقتي ولذلك الوهات المتحدة الأمريكية رغم أنه فيه فجوة واضحة ما بينهما بين الصين فالأمر الخاص بعلوم الفضاء لكن خفهم مش كده خفهم إن الصين بتقرب بسرعة ولشان جده حاليا رجعت الوهات المتحدة الأمريكية تانية تهتم بالمهام الفضائية ده ليه جانب متعلق بالقوة النعمة السقوة النعمة دي شيء يعني الدولة التي تمتلك قوة في البحث العلمي تمتلك أثر إيه طيب مباما تشوخ ببالك منه زي الدولة اللي بتمتلك قوة في السينما مثلا تماما الأمر مش بس على سكان العلم كله لا حتى ده بي يعني مثلا دولة زي الصين مطلعة محطة فضائية دلوقتي تماما وعندها تليسكوب اللي هو الفاست الـ 500 متر تليسكوب بتاعه أكبر تليسكوب رديوه في العالم حاليا الصين بالمناسبة وعندهم مركبة بتلف في الأمر من وراء الأمر ليه واجهين واجه مواجه للأرض يعني واجه لو ده الأمر كده واجه مواجه للأرض فعطين مركبة اليوم هناك يا أول مركبة في العالم تروح هناك طب هم ليه أصدوا الحتة دي لأنه في دول تانية نزلت على الأمر من قدام تحاد السوفيتي والأمريكان وغيره ولكن الصينيين حبوا ينزلوا في حتة مفيش حد نزل فيها قبل كده علشان يبقى عندهم خصوصية بحثية أبحثهم في الحتة دي بتاعتنا احنا آه عايز منها تفضل طبعا بس معلش الديني كمان أبحث من عندك ويبقى ليهم بقى قوة في هذا النطاق هي دي القوة النعم اللي بتجمع الحلفاء نهاردة لما تلاقي الصين دولة فيها علوم فضاء أنت تروح تتعلم منه زي ما هايتك ما الفايف جين نهاردة مين المركزهم مع الصينيين تمام ده بيديك ثقل عالمي سياسي أقوى في بعض الأحيان من الثقل الحرب مش بتاعتك تقتل جنودك مش بتاعتك تبعتهم للمعركة ولكن ممكن تسبق دولة أخرى أو تبقى من الدول اللي بتتصابق في علوم الفضاء وغيرها الصراع الحالي ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية خير دليل على ذلك والصراع السابق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والتحاد السوفيتي اللي نجحت في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما عبطت على القمر قبل السوفيت كان ضربة قاسمة أقوى من القنبلة النووية ده برضو واحد من الأسباب الهم قوى النعمة ودولة زي الليندو تستعرض قواتها الناعمة في المنطقة جنب باكستان ومعرفش إيه وعندهم طبعا الكثير من الحساسيات ما بين الدولتين وبتاع ده له دور برضو والصين والولايات المتحدة وكل دولة بتعمل النقطة دي والكثير من الدول العربية حاليا المرات السعودية بتحاول يبقى لي هام هام وفضاء ونروح والإمارات بتروح المريك وما ده لي دور في هذا نطب حاوله في هذه المنطقة بتاعت القوان يبقى ده تالت سابق بعض الدول بتدفع فلوس حكومات في سبيل الحصول على قدر من القوى النعمة اللي بيسهلها الكثير من المهام جدا اللي بتعود عليها بمكاسب اقتصادي أنا هي دائرة وشغال والواقع برضو وده النقطة رقم أربعة إنه العمل العلمي وده شيء مش ناس كتير تعرفه هنا يعني العمل العلمي في أساسه في جزء منه رئيسي منه أقصد هو عمل بيزنس جمعية وديرة إحنا بس أنا بنتصور أن العلم حاجة مقدسة وبعيدة لا أما بيزنس يعني أنت جامعة هارفورد لما باحث منها ينشر في دورية ساينس لما ينشره في دورية ساينس دورية مقامها عالي أو دورية نيو انجلاند جورنال دورية مقامها عالي في نطاق الطب بالذات لما ينشر أبحاث كتير ما إمت الجامعة نفسها بتعلم فأنت لما تبقى طالب رايح تدخل الجامعة دي مصارفها بتزيد ولما تبقى باحث عايز تشتغل في الجامعة دي مصارفها بتزيد طب إحنا عايزين نبعت باحث لجامعة تانية نعيره لجامعة تانية زي لعب تكور بناخد عليه فلوس كتير وكل ما تنشر أبحاث أكتر كل ما إمتك في السوق بتاع العلم العلم ليه سوق بيزنس وكمان تكتر وكل ما يجي لك بقى أكتر كل ما المكانة هي عملة السوق العلم أنت لو مكانتك في السوق العلمي عالية وبتنشر في أكبر الدوريات طب ما أنت بتبعث باحثينك وبتتلقى باحثين جدد بأسعار مختلفة ما كانش بتاع زمان كنت بتاخد من عشر سنين مثلاً السنة بخمسين ألف دولار لا ما عايزش الآن تبقى التمانين لا لا إحنا مين لا مستوان عالي جداً دلوقتي موضوع مش زي زمان دي برضو أحد النقطة المهم الناس متصورة ومجرد دفع من فلوس دافعة من فلوس دي فلوسنا اللي بتروح لا ما ممكن يكون فيه بيزنس العلم بشكل عام جزء من العمل فيه هو بيزنس وبيشتغل بهذه الطريقة بنفس الطريقة اللي بيعمل بها شغلك أياً كان الشركة اللي انت شغال فيها أياً كانت أمش عايفي أياً بس أياً كانت كل ما قيمتها تعلى انت قيمتك انت تعلى ما تروح تقدم في شركة لا لا أنا كنت شغال في فايزر ناساً شركة أدوية دي تختلف عن كنت شغال في شركة تحت السلم تختلف خالص في الراتب والعربية وتختلف في حاجات كثيرة ما هو البزنس كده برضو بتاع العلم فده السبب الرابع يبقى عندنا تعدين الفضاء وعندنا تطوير التكنولوجي والاستفادة منه اقتصادياً برضو وعندنا القوة الناعمة وعندنا طبيعة البحث العلمي نفسه اللي جانب منه هو جانب بزنس ده ينقلنا إلى نقطة تانية عن طبيعة البحث العلمي نفسه ودي نقطة يمكن ما حدش ياخذ باله منها فعلياً النقطة دي من أكثر النقطة البعيدة عن البديهة والتي تتعلق بطبيعة البحث العلمي احنا ممكن نقسم البحث العلمي بشكل عام إلى نوعه بحث علمي أساسي وبحث علمي تطبيق البحث العلمي الأساسي الهدف منه هو الاستكشاف أصول الأشياء وموراء الأشياء احنا مش هدفنا نطبق شيء مش هدفنا نلاقي علاج للسرطان لا احنا بندرس المناعة بتاع جسم الإنسان وخلاص أو التشريع بتاع جسم الإنسان وخلاص أو الفيزياء يعني بص على النظرية النسبية والقونتن بندرس أصل الكون انا ما ليش دعم بعلش مبايل انا ولا بعمل شاشيات ولا ليها في الكلام ده انا بس بتاع بحث علمي أساسي وفيه بحث علمي تطبيقي لا ده هدفه حاجة معينة بندرس سلوك الطلاب عشان نشوف أفضل طريقة لتعلمه بنحاول ندرس نوع معين من السرطان علشان نكتشف له علاج معين لهذا النوع من السرطان هو ده فقط تحديد لما بيبحث العلماء في نطق الاجتماع وفي نطق العلم نفسه والعلم الإحصائية وغيرها فيه أي نوع من أنواع البحث العلمي كان الناتج بتاعه تكنولوجي أكتر يعني الفايدة التكنولوجية ليكت أكتر هو الأنتج إنتاج حقيقي فادي البشرية أكتر هتكتشف أنه على عكس ما تتصور البحث العلمي الأساسي مش التطبيق يعني من أربع سنين لفتت انتباهي دورية نشرت في دراسة نشرت في دورية ساينس الساينس يعني من الدورية الكبرى درست مجموعة أو عدد من المضادات الحياة اللي تم اكتشافها في الفترة ما بين 85 و2009 سنة 85 و2009 وحاولت تشوف إيه منهم اكتشف بسبب بحث علمي تطبيقي وإيه منهم اكتشف بسبب بحث علمي أساسي اكتشفت أن 80% من هذه المضادات الحياوية كانت بسبب بحث علمي أساسي مش تطبيقي البحث الذي يدفعه الفضول وهنروح بعيد النسبية والكوانتا دي النظريات بتستكشف أصل الكون وتركيب المادة ولكن كل ما تعيش فيه حالية من تكنولوجيا مبنية على منجزات النظرات النسبية وميكانيكا الكام نظر بها السبب في الأمر الصناعب تنقلك المعلومات صحة دلوقتي والإنترنت وغيره والاتصالات من كل دول العالم وميكانيكا الكام هي السبب في أنك بتشوف هذا الفيديو دلوقتي التطوير الموبايل ولا الكمبيوتر ولا الشاشة الترانزيستور الصغير اللي فيه قائمة على قاعد ميكانيكا الكام عملها كتبوها قاعد نظراتها كتبوها من أكتر من 100 سن ده ورضو أحد النطاقات الهم البحث العلمي المدفوع بالفضول والاستكشاف ليه فائدة تكنولوجيا جام وهنا مش هقولك بعض الناس يقولك أي وصل المهام الفضائية ليها أسباب فوايد ما هي اللي عملت الواي فاي وده حقيقي وهي كانت السبب في اتكار الرانيني المغناطيسي قصص الرانيني المغناطيسي تشخصيا في الطب يعني ودي طبعا من الأسباب اللي برضو بتخلي المهام الفضائية مهمة ولكن أعتقدنا أسباب ضعيفة قدام فكرة أنه طبيعة المهام دي البحث العلمي اللي بيجري وراء استكشاف هذا الكون واستكشاف هذا العالم بدون حتى أي حاجة لتطبيق مباشر ده كان ليه فائدة في تطبيق المباشر وبالتجربة وفي كثير من العلوم بقى ودور في تاريخ العلم وشوف كم من نظريات أساسها كان فاهم المادة وفاهم الكون هي السبب اللي أنه في الوقت بالكامل من تكنولوجيا العالم الرقمي اللي لازم نعيش عليه حاليا قائم بالكامل على منجزات ميكانيكا الكامة مثلا طب ما هشدي علوم نظرية طب مش لو كان طلع واحد وقتها وقال له أنت بتعمله يا جماعة طب ما تعالجوا السرطان يعني وفعليا هدف مهم بس هل لو كانوا استجابوا وقتها مش كان ده أثر أصلا على عملية علاج السرطان حاليا بالأجهزة دي أنه ما فيش الأجهزة اللي بتعالجه والأجهزة اللي بتشخصه وابا 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 برضو من النقاط المهمة جدا يبقى في النهاية لازم نتفهم كذلك أنه هكذا نوع من الأبحاث طبيعة هذه الأبحاث حتى لو مدفوعة فقط بالفضول لها أهمية تكنولوجيا وده اللي بيثبته البحث العلمي يوم بعد يوم وده نقطة كثيرا من الناس ما ياخدوش بالهم منها بالمناسبة أحب أشير ليها وهي برضو واحد من الأسباب أنه طبيعة الإنسان هي كده هو ده السبب الخاص بي يعني أنا شخصيا لما بتكلم عن أسباب هذا النوع ليه النشاط العلمي احنا بنعمله كبشر في رأيي أنه واحد أهم الأسباب ويمكن السبب رئيسي نواة دي طبيعتنا كبشر قد بدأنا كمتجولين كما قال كارل سيجن ذات مرة وسنظل طول عمرنا متجولين متجولين في الكون بالبحث العلمي زي ما كنا من 200 و300 ألف سنة نتجول بين الحشائش علشان نتعرف على هذا العالم ونرعي أكل عيشنا برضو ودي من النقطة المهمة جدا يعني حتى نيل أرمسترونج في أحد الأسئلة اللي تسأل ليه أنتو طالع للأمر أنت مش خايف أنت يعني مش مرعوب واللي هيحصل وليه ندفع ده كله وهو بتسأل نفس السؤال فقال أنت بتشوف سمك السلامون اللي بيأسبح ضد الطيار في الشلالات كده بيأفي سمك السلامون يأسبح ضد الطيار عشان يجيب فريستو تمام فإحنا زي السمك ده إحنا دائما نسبح ضد الطيار دائما ورانا سقل على صدرنا كبشر بيدفعنا أننا نحاول نتفاهم هذا الكون ونتفاهم هذا العالم مش نركن على جنبه ونمشي مع الطيار ونقول خلاص إحنا اقتصاد ونأكل درة ونأكل رز ونعيش لا إحنا لينا طبيعة طبيعتنا يستكشاف المجهول ولكن السبب عادة السبب ده عادة رغميني بعتبره السبب الأهم ولكنه لا يجد أبواني الناس بتبقى معتاجة يعني أسباب حقيقية بالفعل مش تأليف مني يعني بس بمدفوع اقتصاديا ولا علاقة بالسياسة ولجانب ذلك يعني احنا اتكلمنا عن التحديد وتطوير التكنولوجيا والقوة النعمة وطبيعة البحث العلمي الأساسي وأهميته وأن الموضوع جمعية ودائرة مش مجرد أن انت يعني بتاخد من فلوس دفع الدرائب وخلاص لا ده بيزنس وشغال وبيكبر وأخيرا فكرة الاستكشاف اللي هي بتتعلق بطبيعة الإنسان فيه جوانب احنا بس ما ناخدش بالنا منها يعني الكثير من الأبحاث العلمية ذات التأثير حاليا بدأت من 100 سنة و200 سنة و300 سنة في بعض الأحياء وزي ما قال نيوتن في مرة من المرات أننا يعني ايه في فائدة ما نفعله الآن محتاج برضو وأنا بفكر في الفائدة الحالية أفكر في الفائدة المستقبلية مش مستقبلية القريبة اللي هي 50 سنة و40 لا أتكلم على 200 سنة و300 سنة لأنه أحد المشاكل اللي بواجهها كوكب الأرض حاليا هي أنه زي أي حاجة في الكون مش دايم في تغير دائم وفي يوم الأيام هيجي هذا اليوم بالتأكيد النقاش حولين الزمن إمتى يعني وتنتهي حياة عليها أو صور الحياة عليها لا يتحسن وضعها قوي وبعدين هنروح بعيد ليه ما الحياة على كوكب الأرض تعرضت لحوالي خمس انقراضات معروفة واحد منها كان من بتاع 250 مليون سنة قتل 90% من الكينات الحياة على الكوكب بسبب تغيرات مناخية واثارات بوركانية ويقال إن كان فيه كويكي بقى مزنف في الموضوع كمان هاجم على الأرض والانقراض اللي كان من 65 سنة الخاصة بالديناصورات يعني الحياة على الأرض مش دايما كانت في أمان ده اللي نقدر نؤكد عليه يعني حتى كان ستيفن هوكينغ خايف من الموضوع بيقول إن الحياة مش هتكمل ألف سنة على الأرض ولكن طبعا ألف سنة رقم صغير بس كان خايف من التغير المناخي اللي فعلا ممكن يعمل كده وده يبقى احتمال ولكن عندنا مشاكل أكتر في المستقبل الكوايكب قادم ولكن في محاولات لصد الكوايكب لو هو جاي دي برضو من يعني الوقت يوكالة ناسا عندها المهمة دارت اللي بتقدر تغير مهمة بدائية لسه بس قدرت تغير يعني يعني خط سير أحد الكوايكبات طيب ما طيب ما طيب ما المهمة دي لو هي أصلا مبنية على منجزات علوم الفضاء السابقة طيب لو جاي لنا كوايكب اللي بيجي كل كم مليون سنة ده 40-50 مليون سنة اكتشفنا انه خلاص جاي بنعرف بالمناسبة قلبها بسنوات بالمناسبة يعني عشان الناس هتقولك نبرو نبرو جاي الأسبوع الجاي نبرو جاي يوم 15 ده كلام فارغ هتتعرف قبلها بسنوات ده كوايكب وضخم مش لعبة في السماء مش كرة أطفال يعني المهم يعيدنا ذلك إلى النقطة مرة أخر النقطة انه التجهيز لحماية كواكب الأرض لأسباب كثيرة منها اننا مثلا مرة على المريخ انت بتظن ان انا بتكلم في شيء مستقبلي جدا وخيال علمي لا ده مش خيال علمي ده شيء هيحصل في مرحلة ما في مرحلة ما هتتعرض الأرض لمشكلة كبيرة مش الوقتي ربما بعد ألف السنوات بس احنا لو ما بدأت ناشت دلوقتي يعني أحفاد 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 أحفادنا دول هتعافنا الحياة به تمام ودي من النقطة المهمة احنا لو عندنا مستعمرة على المريخ مش ممكن تنقذ البشر أو مستعمرة على القمر اكتشفنا كوكب ما وتطورت بقى خلال مئات السنين التكنولوجيا الخاصة بينا علشان تصل بينا لمرحلة نقدر نسافر ما بين الكواكب والنجوم هو مش ده هينقذنا لو تعرض كوكبنا لظرف شديد جدا زي مثلا ان الشمس بدأ اشعاعه يختلف وده فعلا بيحصل كل يعني ممكن ملايين السنوات او كم بعد مليار سنة او اكتر هتبدأ الشمس وضعها يتغير ان في الاخر هتتحاول لعملاق احمر وتنهار حياتها بعد خلالتها تربعة مليار سنة وعند مثل هذه الاشياء يعني الصفاعة التكنولية الارضية هيحصل فيها تجمد في طبقات الارض الامر اصلا بيبعد عن الارض تتسنتي كل سنة وخلال مليار سنة هنفقده من المدار وده يعني برضو تأثير شديد جدا شديد الوطأ الحياة على كوكب الارض رغم ان دي حاجات مستقبلية بس بس هوا احنا لو منعنا نفسنا من التفكير فيها ده فالشها تحصل يعني مش هنقدر نطور نفسنا للوصول الى هذه المرحلة اه انا بنتكلم على هذا الموضوع دلوقتي بطريقة فيلم انترستيلر بس ده وارد وارد الحدوث ومش خلال فترة كبيرة مين عارف ممكن خلال الف الفين تلات تلاف سنة وهي فترة بالنسبة لك انت كبير اه انا مش هبقى موجود ده بس احفادك هيبقوا موجودين وزي ما القدماء المصريين اسسوا الرياضيات والعلوم وفي بلاد الرافدين والحضارة البابلية والصين والهند من وراهم والناس دي كلها زي ما اسست للعلوم واوصلتك للحالة دلوقتي اللي بتعالج فيها السرطان بشكل يعني مقبول بالمناسبة علاج السرطان حاليا مقبول نسبيا عن مقارنة من زمانة حاجة زي السرطان السادي في الدول المتقدمة بتتعالج بالنسبة تسعين في المية مش بتتعالج كلمة بتتعالج في علاج السرطان سميها تشافي يعني اللي هو ايه بيمر خمس سنين او عشر سنين من غير ما يرجع تاني لانه ما فيش حاجة اسمها علاج علاج بالمعنى المفهوم يعني منعالج امراض القلب في ادوال الضغط وادوال السكر واطالة حياة الناس كل ده بدأ من ثلاث تلاف سنة لما هم حاولوا واتبعوا فضولهم واتبعوا ورغبتهم في الاستكشاء ما الله هيحصل برضو بعد ثلاث تلاف سنة اساسه بيتبنى دلوقتي ما هو ما هو احنا البشر يعني احد اهم المزايا اللي ساعدت في تقدمنا اللي ساعدت في تقدمنا هو التواصل الاتصال انت عندك خلينا ناخد تاريخ العلوم بشكل عام فلك ورياضيات وغيرها بدأ البدايات يعني بعض البدايات كانت هنا في مصر وفي الحضارة البابلية تمام وكان الصينيين برضو في الجاد تانية بيحاولوا محاولات جادة لكتاب نظام مثلا أرقام ورسم الكواكب في السماء والنجوم وبعدين جاء الجماعة الاغريق اخدوا من المصريين عن طريق التجارة وتبادل المعرفة فالاغريق خدوا من المصريين واخدوا من البابلين تمام وطوروا والهند والصين اخدوا من بعض جزئيا مش في كل حاجة وبعدين جم الحضارة العربية الاسلامية اخدت لها برضو 400-500 سنة قامت على إيه على أساس المعرفة اللي أخدتها من الأغريق واللي أخدتها من هنود يعني حتى الأرقام اللي تستخدم برا حاليا اسمها الهند وارابيك نومبرز أو اسمها الارابيك نومبرز وده اسم آخر يعني هي بتكتب كتاب عربي بالمناسبة بعيدا عن هذا الأمر وبعدين الأوروبيين لما جات عصور نهضتهم أخدوا من العرب ولما جاء العالم الجديد أخدوا من أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها كان دائما تبادل المعرفة هو سرونا كبشر وهو اللي ساعت في تطورنا ووصلنا إلى اللي إحنا فيه النهار دي برضو من النوقات المهم أها من فكرة بعيدة المدى أنك تتكلم على لا يعصل الأرض كمان 500 سنة ولا كمان 1000 سنة ولا 2000 ولا مليون ولا مليار سنة بس ده برضو غرض مهم لهذا النوع من العلوم بعض هذه الأغراض قد تجدها مش مناسبة لي كنت مش متفق معاها عادي ماذا طبيعي ما احنا بنتناقش أنا شخصيا كاشادي باخد منطقة وسط ما بين الاتنين ما بين الإصراف في المهام الفضائية وما بين أننا ما عملش خالص لا لا طبعا تمام هو الأمر يتطبط باقتصاد الدولة وفي دولة ممكن تطلع مهمة ودولة ما تطلعش يعني في دولة طلعي وفي دولة تيجي تطلع تقول لها طب لا يعني الوضع الوقت مش مناسب طب خليك على الأقل مدفوع اقتصاديا زي الهند ساعتها نقدر الدنيا وهكذا فالقصوده هنا ايه والقصوده أننا مش أقنعك أنه لا هي حيل وغزبا عنك لا مش كده ولكن أننا أثر النقاش حوالين قضايا كتلك فميبقاش مسطح وهي دي المشكلة أنه نقاشنا حوالين هذه القضايا عادة سطحي ما حصل بسط يعني راجل بتكلم بقى لي نص ساعة أكتر من نص ساعة في الموضوع ده إنما بسط تلاتين كلمة ولا أربعين كلمة ما آخر هيبقى مم وبيضحك على الموضوع وخلصنا وخلص الموضوع مم بيضحك على رحلات الفضاء والتراحل وهاهاها صورة عاد الإمام ولا صورة نريش شريف وسلام عليكم ولكن يعني ده مش نقاش مهم لما يبقى فيه نقاش حوالين موضوع ده يفضل أنه يبقى ثاري بموضوعات زي دي ونقات زي دي وتطلع تقول لا بس أنا شايف أنه العلاج السرطان والله وانت هنا بقيت تتكلم على مستوى أهل ممكن نتيجة النقاش تطلع بقى زي ما تطلع وممكن رأيك تغير أو لا تغير مش دي المشكلة المشكلة أنه كان نقاش على مستوى مرك وهو ده اللي آمله من هذه الحلقة في كل الأحوال ألف مبروك وكل سنة ومحبي العلوم طيبين في كل العالم موسم جيزة نوبل هو عيد لا شك لكل محبي العلوم وأتمنى يمر بسلام وسعادة ونشوف ثلاث جوائز حلوة تمتعنا ومحبي الاقتصاد كذلك ومحبي الأداب ويمر هذا الموسم بسلام والكثير من المعرفة وأشوفكم الحلقة القادمة من قصور ذاتي